السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم بدنا نبدأ في الجزئية الثالثة من شابتر 4 اللي بتتكلم عن الانستيدي فلو ان بايبس وحناخد نموذج عن الانستيدي فلو ان بايبس اللي هي الواتر هامر او ظاهرة الواتر هامر او المطرقة المائية طبعا للتذكير الانستيدي فلو ايش حكينا عنه زمان في الفلود الانستيدي والنظرة والنظرة او الفرق بين انستيدي هو الخصائص تبعت الفلو مع الزمان اذا كانت خصائص فلوب مع الزمن قد تتغير ازا ما احنا شايفين هنا تتغير مع الزمن بроде كون هذا انستيدي اذا خصائص فلول ليقünden الناس لوziestي텐데 لا تتغير مع الزمن بيكون هذا Steady في كل ما سبق كنا بنتكلم عن Steady Flow اليوم أول مرة بنتكلم عن UnSteady Flow اللي فيها خصائص اللي هي زي Pressure تمام خصائص اللي زي Pressure بتتغير مع الزمن وإحنا شايفين هنا رسمة بتوضح علاقة Pressure مع الزمن وال Pressure مع الزمن عند نقطة محددة تتغير قاعدة وبالتالي هذا نموذج من نماذج UnSteady Flow أحد أشكال UnSteady Flow Through Pipes هي الووتر هامر أو المطرقة المائية اللي هي مدار حديثنا اليوم وقت يش بتصير المطرقة المائية وهذه ظاهرة يعني لازم ناخدها بعين الاعتبار ويحتم فيها خاصة في Flow Through Pipes بيقولي لما يكون في عندي Sudden Change of Flow Rate Large Pipeline تمام في حاشتين في عندي Sudden Change of Flow Rate بمعنى آخر كان في عندي Flow وإحنا رحنا وقفناه مرة واحدة هذه جزئية من اللي بكوناه الظاهرة إذا عندي Flow ماشي ووقفناه مرة واحدة واحد يقولي كيف بدأ وقفوا مرة واحدة مثلا رحنا سكرنا الفلب مرة واحدة طفينا البمب مرة واحدة الشغلة الثانية انه هاد الظاهرة بتكون اوضح واكبر لما يكون في عندي Large Pipeline يعني أنا بيبي كبيرة بتنقل كميات وقتل كبيرة من المياه فانا عندي كتلة كبيرة من المياه تمام مثلا عندي انبوب كبير كتله كبير وطوله كبير بيونقوا الكمية كبيرة من المياه ومرة واحدة رحنا ايش ووقفنا الفلوريت فهنا بيقولي بيصير ايش بيصير في عندي Force تمام تنتج نتيجة لا تغير الفلوريت احنا لما يكون في عندي Momentum Amphi V ونكسره لزيره مباشر زي ما اخذنا في شبط الخمسة في الفلود ميكانيكس بيصير في عندي Force تمام اذا مباشر نتيجة لا القطع المفاجئ للفلوريت تنشأ Force وهذه الفورس بتسبب رايز كبير في البريشار يعني زيادة كبيرة في الضغط اكبر بكتير بعشرات المرات من الضغط السائد قبل ما نحدث هذا التغير تمام وهذه الفورس اللي بتسبب بريشار تمام ممكن هذا البريشار الكبير جدا لأكبر بكتير من النورمال ستاتيك بريشار ان دي بايب ويقصد بالنورمال ستاتيك بريشار ان دي بايب هو البرشار السابق اللي كان سائد اللي كان سائد من ضغط الفلوريت قبل حدوث التغير ومفاجئ في الفلوريت هذا الضغط ممكن يسبب فراكشور اوف دي بايب تمام يعني ممكن يسبب تشققات وانفجارات لمين لجدار الانبوب وممكن او اي مكان يكون ضعيف في الخط تمام وانما يكون فيه ضعف في الخط ويجي فيه ضغط عالي جدا جدا نتيجة للفورس المتشكلة من تغير الفلوريت بشكل مفاجئ نتيجة مثلا لتسكير فالف بشكل مفاجئ تمام هذا ممكن ايش يسبب فراكشور في البايب وال او دامجز للبيب لين هذه الظاهرة نسميها الواتر هامر تمام اذا في عندي تغير مفاجئ في الفلوريت او تغير مفاجئ في السرعة من قيمتها الى سفر نتيجة لاحداث تغير مفاجئ مثلا لاغلاق مفاجئ لفلف بتنتج عنه فورس هذا الفورس بتسبب ضغط عالي هذا الضغط العالي اكبر بكتير من النورمال استاتيك بريشا وهذا الضغط العالي ممكن يسبب خراب في البايب او في البايب لين سيستم تمام وهذا الخراب هاي نماذج عن الخراب اللي ممكن يحدث في البايب لين سيستم مهمة بيكون في ضعف الضغط العالي هذا بيخرب او بيزود هذا الضغط او بيكسر هذا الضعف في البايب لين سيستم طيب للاثبات انه التغير المفاجئ في الفلوريت او التغير المفاجئ في الفلوستي بسبب فورس رحنا مسكنا بس لا التوضيح رحنا مسكنا نيوتن ساكند لو تمام نفترض انه في عندي فلوريت في بايب تمام وهذا الكمية الكتلة الكبيرة في البايب هذه كتلتها ام تمام وفي عندي acceleration dv by dt الفورس الناتجة عن تغير عن الأكسليريجن الفورس الناتجة عن الأكسليريجن سواء mv a او mv dv by dt تمام خلينا نيجي نفترض انه كتلة المية الموجودة في البايب لين تغيرت سرعتها من السرعة اللي كانت قائمة الى ايش الى zero خلال زمن صغير جدا جدا يعني العنصر اللي بيسبب المشكلة انه احنا غيرنا السرعة بشكل مفاجئ سكرت الفلو بشكل مفاجئ خلينا نفترض انه التسكيرة كانت zero بس لا عشان نبين انه مشكلة كبدة ممكن تكون كبيرة تمام اذا احنا احنا نغيرنه سرعة الفلو من قيمتها v تمام الى سفر خلال زمن سفري تمام لاحظوا ايش بطلع كأننا احنا منقسم f v zero على zero وهذا v zero على zero ما لا نهاية وهذا معناته انه الفورس الناتجة عن تغير السرعة من قيمتها الى سفر خلال زمن محدود جدا وصغير جدا تكون ايش مالها كبيرة جدا وهذا اللي احنا منقوله انه نتيجة لا تغير السرعة بشكل مفاجئ تمام خلال زمن صغير جدا ينتج قوة عالية جدا لو افترضنا انه الزمن كان سفر بتطلع الفورس الناتجة مالا نهاية طبعا ايش بنقول هنا انه مفيش حاجة يسمها زمن سفر هنا الانسانتنية change of velocity يعني التغير المفاجئ في السرعة خلال زمن سفر is impossible تمام لانه احنا منحتاج زمن نوعا ما جزء من الزمن عشان نعمل التسكير تمام يعني تطلعش ما لنهاية بس طلع كبير كل ما كان الزمن صغير كل ما كانت الفورس اكبر كل ما اخدنا زمن في تغيير في احداث التغيير او الاغلاق مثلا للفلف كل ما كانت الفورس الناتجة اقل عشان هيك احد الحلول المقترحة لتقليل من ظاهرة الوتر هامر انه بقوله لما تيجي تسكر الفلف سكرها بشكل تدريجي يعني اخد وقت اكبر تمام على اساس تطلع الفورس والبرجر الناتج اقل الشغلة التانية اللي بتقلل من الممكن تفيد في تقليل شوية من هذه القوة الكبيرة جدا غير قصة الزمن انه مناش ننسى انه في عندي بايب وول وفي عندي ووتور كلهم يعني في عندي مية وفي عندي جدار الانبوب وكلها هما مش بيرفكت رجد تمام يعني فيهم شوية الالاستيسيتي والالاستيسيتي تمام تلعب دور مهم في هاد الظاهرة كل ما كان نفترض مثلا نفترض جدا لانه الانبوب كان مطاطي ويجا فورس عالية وضغط عالي ايش حنلاقي حنلاقي الانبوب المطاطي هذا بيمتص هذا الضغط العالي وكل ما كان البايب رجد اكتر كل ما كانت الفورس ايش مالها الناتجة اكبر تمام طيب اذا من خلال هادي السلايت اثبتنا انه احداث التغيير المفاجئ ممكن ينتج فورس اشمالها كبير جدا طيب خلينا ناخد نبدأ ناخد حالة يعني مثال عن هذا الموضوع وبنا احنا نشرح هذه الظاهرة اللي انا معقدة جدا هنشرحها في مثال بسيط بس من اجل نحطكو في صورة الظاهرة وايش تنتج عنها وايش تفاصيله هناخد تانك طالع منه بايب في نهاية البايب في فالف طبعا ليش حطينا الفالف عشان بدنا نسكره بشكل مفاجئ ونشوف كيف الضغط بينشأ وكيف بيصير لما تحدث الوتر حمر طيب بقول لي if the valve is suddenly closed يعني لو احنا رحنا سكرنا الفالف بشكل مفاجئ المومنتم بنكسر ايش عن المومنتم بنكسر يعني احنا منقلله من M في V لسفر تمام وهذا لما احنا نقطع الفلو ونكسر المومنتم يعني نغيره من قيمته من M في V الى سفر ينتج عنه زي ما قلنا high pressure بس هنا بندخل في التفصيل بقول لي وبالتالي ينتج عن هذا الكسر تبع المومنتم وهذا التغير مفاجئ في المومنتم من قيمته الى سفر نتيجة للقطع المفاجئ لـ flowing water ينتج عنه wave of high pressure يعني ينتج عنه موجة ذات ضغط عالي تمام وهادي الموجة وين هتنشأ اول ما بتنشأ بتنشأ عن مين عند الفلو يعني احنا المية ماشية تصوروا انه كأنه سيارة ماشية او بنا ادم ماشي بسرعة ومرة واحد خبط في الحيط ايش بيقول لي برتد وهذا نفس الفكرة المية ماشية كتلة كبيرة من المية كانت ماشية تمام ومرة واحدة قطعتها فنتيجة عن ذلك قلنا بتنجأ فورس هذه فورس بتسبب موجة ذات ضغط عالي الموجة ذات الضغط العالي ايش ما لها؟ اول ما بتنشأ بتنشأ عند الـ عند الفلف وبعدين بتروح عند التانك طبعا بردها التانك ليش بردها لانه التانك كتلة كبيرة صامتة ساكنة من المياه فسائدة فبرد الموجة تحت الضغط بتظلها الموجة تروح وترجع تروح وترجع تروح وترجع وترجع لغاية ما ايش ما تموت مع الفريكشن تمام؟ اذا نتيجة لانه احنا قطعنا الفلو بشكل مفاجئ وكسرنا المومنتم او غيرنا المومنتم بشكل مفاجئ ينتج عن ذلك wave of high pressure هادي الموجة ايش بيقول عني travels back and forth starting at the valve traveling to the reservoir and retaining back to the valve وهكذا ويفترض انه مع الفريكشن ايش ما لها تموت هادي الموجة طبعا اقصى تأثير لها عندما تنشأ بتكون اكبر ما يمكن طيب هادي الموجة باقي مواصفاتها انه هادي الموجة ذات الضغط العالي ايش قلنا قمتها كبيرة ايش الشغلة التانية إلها high speed تمام منسمى إلها very high speed منسمى هادي سرعة سيلاريتي تاعت الموجة وسرعة الموجة هادي ممكن تصل لسرعة الصوت في المية حوالي 1400 متر في الثانية كيلو بوينت اربعة في الثانية تمام مواصفاتها انه بتعمل صوت ضوضة شبيهة بصوت الطرق وهذا احيانا احنا منسمعه حتى في البيوت او في اماكن بعض الاماكن لما تساكر الفلب تسمى الطرق كانو تك 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 بتحكيل حتى الخط بيكون بيهتز وبتطلع منه ايش صوت طبعا هو بيكون قيمته صغيرة ومش مؤثر لكن لو كانت البايب كبيرة جدا البايب قطرها كبير والفلو كبير تمام بيكون الناتج اكبر اذا تنشأ موجة ذات ضغط عالي وذات سرعة عالي تمام لها صوت اشبه بصوت الطرق ولها تأثير لانه ضغط عالي لها تأثير اشبه بتأثير المطرقة تمام لانها ممكن تخرب الوغل اوف وهذه الظاهرة مرة تانية منحكي منقول انها ايش اسمها الوتر هامار تمام طبعا البرشور هادا بيحول اللي كانت موجودة بتتحول الانيرجي وهذا الضغط العالي بينتقل للمية مش حيني منقول فيه ضغط موجة ذات ضغط عالي هذا الضغط بينتقل للمية تمام او الضربة اللي بتاكلها المية والإلاستيسي تاعت المية بتلعب دور في هذا الموضوع وبعدين المية بتنقولها لمين للجدار الأنبوب والإلاستيسي تبعت الجدار الأنبوب برضو تلعب دور في الموضوع عشان هيك لما نيجي نحسب قيمة البرشور هنلاقي انه احنا مندخل الإلاستيسي تبعت البايف ماتيريال ومندخل الإلاستيسي تبعت الووتر اللي هي احنا اخدناها في شبتر واحد في الفلويد تمام وسميناه البالك موديلس لانه البالك موديلس تمام البالك موديلس هذا اشماله هو اللي بيشرح العلاقة بين التغير في الضغط والتغير في الحجم اللي بيحدث اذا في الووتر هامر هنلاقي انه احنا مندخل الإلاستيسي تبعت المية من خلال البالك موديلس اللي كنا منسميه الكيف الفلويد هنا بيسميه للمية تمام وبالتالي نتجة هذا هذا الضغط ونتقاريه المية وبعد نتقاريه جدار الأنبوب هنلاقي انه المية بتنضغط والبيب ماتيريال بصير لها تمام يجب ان منشوف هاته البرشور ويف كيف ان تتحرك كيف تتحرك هاته س luminانية هذه الرسمة من اهم الرسمات في هذا البارت من الشابتة لانه عليها بيعتمد بعض الشغلات اللي حنشوفها بعد شوية اذا ما فهمناش هذه مش هنفهم الشغلتين التلاتة اللي حيجوا بعد شوية تمام فضروري نفهم ايش اللي بيصير تمام طبعا هذه الرسمة عبارة عن التانك وهذا البايب في نهايته في الفالف موجود بهذا المكان منفترض بنا نشوف طبعا لما يسكر الفالف ايش بيصير احنا قلنا بيصير بتتكون موجة ذات ضغط عالي وهذه الموجة ذات الضغط العالي بتروح وبترجع تمام وبتكون سرعتها في الذهاب وفي الرجع على الموجة مش سرعة المية سرعة الموجة تمام ذات الضغط العالي سرعتها بنسميها سيراريتي ذات سرعة عالية جدا حوالي 1400 متر في الثاني تمام فبنا نشوف كيف البروباكيشن للووتر هامر بريشار ويف زي ما هو واضح بالعنوان تبع السلايد طيب الموجة اللي بتروح وبترجع بتكرر نفسها كل اربعة ال على سي ايش الال على سي الال هو طول البايب تمام؟ يعني هنا مثلا في عندي رسمات كل واحدة بين الزمن اقل من ال على سي عند ال على سي لغاية اربعة ال على سي زي ما احنا شايفين ليش اربعة ال على سي الزمن اللي بتحتاجه الموجة ذات الضغط العالي انها تتحرك من هنا وتصل التانك هذا المسافة ال لما نقسمها على السرعة بيعطيني الزمن اللي بتاخده الموجة انها تتحرك من عند الفلف لغاية ايش؟ لغاية الرزيرفور فالزمن اللي بتلزمه الموجة انها تتحرك بسرعة سي خلال طول ال هو ال على سي تمام؟ فالموجة بتروح ب ال على سي وبترجع في زمن مقداره ال على سي لانها بتاخد نفس المسافة تمام؟ وبعدين لا تكرر نفسها بعد اتنين قل على سي يعني بعد قل على سي وقل على سي لا لسه بتكرر قل نفسها زي ما حنشوف بتروح وبترجع وبتروح وبترجع بعد هيك بتكرر نفسها تصير الموجة متكررة زي ما حنشوف في الرسمة هادي تمام؟ طيب اذا الزمن اللي بتستهلكه او اللي بتستغرقه الموجة ذات الضغط العالي اللي نشأت نتيجة لاغلاق الفلف بشكل مفاجئ للتحرك من الفلف لغاية الريزرفوار على سي او من الريزرفوار لغاية الفلف على سي طيب احنا هنا بنا نشوف ايش بصير على فرضية انه ما عندناش لوسيس يعني بنا ناخد الحالة زي ما تشايفين حالة بسيطة بنا نفترض انه ما فيش فيه هيد لوسيس فريكشن لوسيس عشان يكيب نقول الموجة بتكرر نفسه لانه ما فيش فيه فريكشن وبالتالي بتضلها تكرر نفسه وتكرر نفسه وتموتش لو فيه فريكشن بتموت مع الزمان طيب بس عشان نشرح ايش اللي بيسيه طيب خلينا ناخد الستيدي ستيت كونديشن يعني الواضع قابل اقفال الفلف قابل اقفال الفلف كانت المية متحركة من الريزروفور ناحية الفلف تمام بسرعة في نوت والضغط مدام ما فيش فيه لوسيس توتال هيد تمام عشان ما فيش فيه لوسيس الضغط عند اي نقطة ما في دارو قديش اتش زيرو وكونستانت لانه ما فيش فيه لوسيس بيضل ثابت لانه البنزل الانيرجي جريد لاين هو لوسيس فاحنا قلنا هاد اللي احنا بنشغل فيه هنا بنوضح فيه الفكرة العامة للبروباجيشن للبريشر ويف انه احنا بناخد انه ما فيش فيه لوسيس عشان نفهم بكل بساطة ايش اللي بيسيه طيب اذا مرة تاني في الستيدي ستيت كونديشن كانت المية متحركة من الريزروفور ناحية الفلف بسرعة مقدارها في زيرو والضغط عند كل النقاط في البايف مقداره اتش زيرو طيب هلقيت خلينا نقفل الفلف بشكل مفاجئ ونشوف ايش بيصير تمام؟ يعني خلال الزمن خلال الزمن اقل من العلس يعني لسه الموجة رايحة طيب احنا لما نسكر الفلف بشكل مفاجئ ايش قلنا؟ المية كانت ماشية في نط لما تسكر المية بشكل مفاجئ بتصير سرعتها قديش؟ في يساوي سفر تمام؟ مباشرة الضغط نتيجة لانه اغلقنا الفلف بشكل مفاجئ والسرعة صارت سفر نشأت صار فيه دستورشن للمومنت وهذا الدستورشن للمومنتم بيعمل فورس الفورس بيعمل ضغط والضغط بيعمل ايش قلنا هاد بتنشأ موجة ذات ضغط عالي فمباشرة الضغط عند النقطة هاده بيزيد بمقدار ايش؟ دلتا اتش في اللحظة هاده اللي منسكر فيها بيصير فيه عندي السرعة صارت سفر تمام؟ والضغط زاد بمقدار دلتا اتش والدلتا اتش هاده اكتر بكتير هاده بمجارة سكيتش بس هو كقيمة اكبر بكتير من الاتش زيرو اللي كان قائم قبل حدوث الاغلاق المفاجئ طيب نتيجة للزيادة في الضغط المية ايش مالها؟ بتنضغط تمام؟ المية بتنضغط وبتنقل هاده الضغط للبايب والبايب لو افترنا فيها الاستيسيتي فبتصيرها ستريتشنج شوي عشان هيكد هو معرد قطر البايب للدلالة على وجود ايش؟ ستريتشنج في البايب يعني الامتداد في البايب صار نتيجة للضغط الزيادة تمام؟ الان هاده الموجه بهاده المعلومات ايش هي المعلومات؟ انه المية صارت سرعتها بسفر وانه الضغط زاد تمام؟ وانه نتيجة للضغط الزيادة صار فيه ستريتشنج هاده المعلومات بتنقل هاده الموجه لكل المية اللي بعدها وبتتحرك بتنقلها بسرعة قديش؟ بسرعة مقدارها سي لقدام تمام؟ فاحنا الان هاده الرسمة احنا شايفينها الموجه الان متحركة ناحية ذات الضغط العالي متحركة ناحية الريزرفور وبتنقل المعلومات انه السرعة صارت بسفر انه الضغط زاد بمقدار دلتا اتش تمام؟ وانه نتيجة لزيادة الضغط بمقدار دلتا اتش صار فيه عندي ستريتشنج في البايب وبتنقل هاده المعلومات لاحظ انه كيف تنقل المعلومات؟ واحد تقولي كيف تنقل المعلومات؟ تصور انت عندك نفترض انه احنا عندنا مجموعة من شباب مترصين وربعات تمام؟ وروحنا احنا ايش؟ ومشينا بسرعة جدا ومتجينا ناحية حائط تمام؟ واول موصلنا للحائط الشاب ايش استضم بالحائط ووقف هلقيت المعلومات هاده انه انه صار فيه استضام وانه الشاب الاولاني سرعة وصاد سفر بتبدأ تنتقل لم يبترتد هاده المعلومات بتلتقل اه والله صارت السرعة بسفر انه صار فيه ضغط زياده وهذا نفس القصه المية هنا صارت سفر فبتنقول هاده المعلومات انه والله طريقه قدامي صارت بسفر السرعة فيها وقفت المية تمام؟ وانه الضغط تزاد بمقدار دلتاتش وبتستمر الموجه في نقل هاده البيانات بسرعة مقدارة سي لكامل على طول البايب تمام؟ الان عن T يساوي L على C هنا بتكون الموجه اللي صار فيها وصلت وين؟ وصلت للرزرفوار طب ايش المعلومات الان اللي كاملة على كل البايب انه المية صارت سرعتها سفر وانه الضغط زاد بمقدار دلتاتش وانه نتيجة لزيادة الضغط بمقدار دلتاتش صار فيه ستريتشنج على البايب زي ما احنا شايفين لقيت عن T يساوي L على C هاده الموجه وين وصلت وصلت الريزرفوار الخزان زي ما احنا شايفين الان الموجه جايبة هاده المعلومات انه والله انا الضغط زاد عندما بمقدار دلتاتش وبدأ تفرده على الريزرفوار مين اقوى؟ بمعنى اخر الريزرفوار هاده كتلة ساكنة كبيرة من المياه تمام؟ الضغط عندها زي ما انتم شايفين H0 جايها معلومة بيقولها انه الضغط لازم يزيد عندك ويصير زيادة دلتاتش مفيش امكانية فبصد هاده الموجه بردها بردها بالمعلومات الجديدة تمام؟ هل قيت احنا مرتدين راجع على الموجه وصلت عند الريزرفوار وصار ارتدت الموجه هاي مرتد بالمعلومات الجديدة انه الضغط السائد الساند الكبير لازم يرجع على 0 تمام؟ تمام وهي مرتده الان الموجه بسرعة C0 مرتده بالمعلومات الجديدة انه الضغط السائد هو ضغط الريزرفوار اللي هو مقدره قديش H0 تمام؟ بيرجع الضغط لوضع الطبيعي ونتيجة لرجوع الضغط لوضع الطبيعي الستريتشنج اللي في البايب ايش ماله بيزول الآن ايش بالنسبة ل المية اللي هنا عند الفرنت هنا اللي بعد الفرنت ليش هيك تقلبت سرعتها وصلت V0 يعني لاحظوا هنا وهنا المية سرعتها كانت باتجاه هذا والموجه جاية 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 بسرعة 0 لما امتلت لما صرت على كامل البايب سرعت المية جوه الأنبوب بسفر ليش هالغيت بيقول لي قلبت لها V0 باتجاه معاكس لانه عند الفرنت هذا في ضغط هنا عالي وهنا ضغط منخفض والمية بتتحرك من الضغط العالي للضغط المنخفض فالان المية باتجاهها عن عكس تصار باتجاه مين؟ في الجزئية هادي باتجاه الخزان طيب تنتقل هادي المعلومات بسرعة C مع الموجه للأمان بتاخد كمان قديش وقت عشان تصل للرزرفوار لآسف للفلف بتاخد كمان L على C عند زمن مقداره اتنين L على C يعني L على C اللي وصلته الموجه وهلقيت راجعة ايش بكون الوضع كامل؟ السرعة صارت وصلت هنا على كامل بايت متجه بهذا الشكل الآن وتضغط انزال تمام؟ والسترشنج راح الآن هادي المعلومة عند اتنين L على C وصلت هنا مطلوب من المية لجنب الفلف تتحرك بهذا الاتجاه بسرعة V0 لكن الفلف مغلق تمام؟ الآن ايش بيصير؟ تمام؟ الفلف ضايل مغلق وبالتالي بتنعكس الموجه تمام؟ لكن الان يش بتنعكس؟ بضغط سالب مرة تانية واحد يقول لي طب كيف انعكست بضغط سالب؟ اللي بدا اقوله نرجع مرة تانية هنا لما احنا نسكر قبال المية يعني المية تكون ماشية باتجاه الفلف تمام؟ والتسكر قبال الفلف تمام؟ فبيصير ضغط اشماله موجب المية متحركة ناحية الفلف الكتلة الكبيرة ناحية الفلف وسكرت قبال المية فالضغط بكون اشماله موجب طب ليش هنا بدي تصير اش ضغط موجب؟ لانه احنا المية متحركة بهذا الاتجاه واحنا سكرنا خلف المية يعني تصور انه المية رايحة باتجاه واحنا سكرنا خلف هذا الاتجاه سكرت الفلف خلف هذا الاتجاه بشكل مفاجئ المية بدا تكمل سحب بدا تسحب سحب بدا تضلها ساحبة فلما تضلها ساحبة ايش بيصير؟ بدا تسحب المية اللي عند الفلف فبيصير ايش؟ ضغط موجب ولا سالب؟ بدا تسحب بدا تشفر فبصير ايش؟ فتنعكس الموجة بضغط ايش ماله؟ سالب باختصار قصة الموجب السالب اذا احنا سكرنا قبال المية يعني المية متجه ناحية مكان واحنا سكرنا قبالها الضغط اللي بينشأ موجب اذا المية متجهة الى مكان واحنا سكرنا خلفها الضغط الناتج المفاجئ تمام بيكون بالسالب طيب عشان هيك احنا ما نقولش الموجة بتكرر نفسها بعد 2L على C لاحظوا انه ما كررتش نفسها بعد 2L على C بدها كمان 2L على C تانيات عشان تتكرر ونرجع لنفس الحالة الاولى طيب نكمل مرة تانية ايش اللي صار الان؟ الموجة ارتدت لقت الفالب خلفها مسكر فبالتالي بدت تنشأ موجة ذات ضغط بالسالب مقدر Delta H وهذه الموجة بدها تنجل المعلومات طبعا نتيجة لانه الضغط بالسالب ايش بيصير؟ بيصير تقلص للPipe تمام؟ والمعلومة انه الفالب هنا مسكر وبتالي المية لازم تصير سفر وتنتقل هذه المعلومات على كامل الPipe وبدها L على C كمان عشان تنتقل الى كامل الPipe الان عند 3L على C ايش المعلومات الموجودة؟ انه الضغط سالب لما تكون وصلت للReservoir انه الضغط سالب ونتيجة انه الضغط بيصير فيه تقلص على كامل الPipe انه السرعة بسفر صارت كاملة وصلت هنا بسفر ووصلت المعلومات هذي الى مين؟ لعند الReservoir الان عند الReservoir بتنعكس هذي الموجة بمعلومات ايش؟ انه الان الضغط بالسالب والضغط السائد الكبير الضخم H0 مين الاقوى مين اللي بيصود؟ اللي بيصود هو ايش؟ الReservoir فبقول هلا ارتدي بالمعلومات الاتية انه الضغط رجع لوضعه ونتيجة انه الضغط رجع لوضعه الان التقلص في الPipe بروح وتنتقل هذي المعلومات على كامل الPipe الان هنا في هذي الجزئية المش مرسومة مش مكتوبة كيف الاتجاه؟ هنا طبعا السرعة بسفر بس هنا كيف السرعة؟ السرعة بترجع مرة تانية في المكان هذى هذي هنا مش مكتوبة السرعة هتكون بهذا الشكل بمقدار V0 طب واحد يقول ليش بهذا الاتجاه بمقدار V0 هنا في الشكل هذي؟ لانه هنا في الفرونت في ضغط موجب ضغط عالي و ضغط منخفض والمية تتحرك من الضغط العالي للضغط الH المنخفض وبتنعكس اتجاه المية الان باتجاه toward الH تنتقل هذي المعلومات على كامل الPipe بدها قديش عشان تنتقل لكامل الPipe بدها كمان L على C ممكن وصلنا لأربعة أل على C الان لما نصل للفلف ايش بيصير؟ بيصير السرعة كلها متجنحة الفلف الضغط السالب كله راح والتقلص كله راح ووصلت الموجة الان وين وصلت في اللحظة هذي عند أربعة أل على C عند الفلف مطلوب من المية اتحرك بهذا الاتجاه تمام؟ لقيت الفلف قدامها مسكر المية لقيت قدامها الفلف مسكر وين منرجع؟ منرجع للحالة هذي تمام؟ الآن الموجة بتكرر نفسها المية متجنحة الفلف الفلف مسكر تمام؟ وين لقيت الفلف قدامها مسكر فتنشأ موجة ذات ضغط عالي دلتأتش وهكذا مرة تانية زي ما احنا شايفين تمام؟ اذا هذي صفحة غاية في الأهمية لفهم الـPropagation للـWaterhammer Pressure Wave بدي أحاول ألخصها مرتين تمام؟ لأنها لأهمية وعشان برضو احنا عن بعد فلازم يكون الأمر إن شاء الله واضح فبعينكو الله بلكو تركزوا مرتين احنا ماخدين حالة فيها Reservoir طالع منه Pipe وفي آخره Pipe فيه والـValve في الـSteady State بيكون مفتوح والمية متحركة بسرعة V0 والضغط في ظل عدم وجود Losses بيكون كله H0 الآن في اللحظة T يساوي 0 رحنا سكرنا الـValve فالآن كسرنا السرعة والمومنتم صار المومنتم هنا والسرعة هنا بسفر فينتج عن ذلك موجة ذات ضغط عالي بيزيد الضغط بمقدار delta H تمام وبتنقول هذه المعلومات إنه الضغط زاد وإنه السرعة سفرت وإنه الضغط نتيجة لأنه السرعة سفرت زاد بمقدار delta H ونتيجة لزيادة الضغط بيزيد وبتنقول هذه البيانات بسرعة C عالية جدا سرعة الموجة لكامل لكامل النقاط على البيانات الآن إش بتنقول إنه السرعة صارت بسفر إنه الضغط زاد بمقدار delta H وإنه البيانات نتيجة لزيادة الضغط بيصير في عنده ستريتشنج بهذا الشكل الآن بتكمل هي رايحة قديش بتهزمن عشان تنقول كامل البيانات L على C كاملات عند L على C كاملات الضغط بيكون على كامل المية سكنت الآن بتصل هذه المعلومات عنده الريزرفوار الريزرفوار برد هذه الموجة بالضغط السائد اللي هو ضغط الريزرفوار نفسه بردها برجحها بقول لها الضغط الزيادة لا مش مقبول ارتد يا موجة ونتيجة لأنه راح الضغط اللي هنا بروح الستريتشنج والآن المية نفسه بتعكس اتجاهها لأنه في عندي ضغط عالي هنا وضغط منخفض هنا عند الفرونت تبع الموجة والمية بتتحرك من الضغط العالي للضغط الاش المنخفض بتستمر هاد البيانات في الانتشار على كامل البيانات وبتاخد L على C كاملات عند اثنين L على C تانيات إيش بتصير البيانات إنه المية إنه ضغط كله لزيادة راح زي ما احنا شايفين وإنه نتيجة لذلك كمان الستريتشنج بروح وإنه المية الآن كلها صارت مطلوب منها إنها تتحرك في كامل البيب هاد الاتجاه لكن في اللحظة عند اثنين العالي سيبكن وصلت هنا الموجة بتلاقي الفلف مسكر تمام؟ ولأنه الفلف مسكر تمام الموجة الآن مطلوب منها المية مطلوب منها تتحرك بهذا الاتجاه لقت الفلف خلفها مسكر تمام؟ فتنشئ موجة مرة هادة ذات ضغط سالب لأن احنا سكرنا خلف اتجاه المية ونتيجة للضغط السالب هادة بتقلص البيب وهي وصلت هنا وبتقولها الفلف مسكر فبتسكن وتنتشر هذه البيانات من خلال الموجة ذات السرعة على كامل البيب بدها كمان أل على سي يعني نكون وصلنا ثلاثة أل على سي بتكون البيانات كاملة الآن تضغط كله بالسالب على كامل البيب البيب كلها تقلصت نتيجة هذا الكلام وانه مطلوب من المية انها الان كلها وصلتها انه الطريق قبلك مسكره وبالتالي لازم السرعة تكون على كامل البيب بتاعت المية بسفر تصل هاد البيانات عند ثلاثة أل على سي بتضبط عند وين؟ عند الريزرفوار ولما تصل عند الريزرفوار بردها الريزرفوار تمام خزة وبقولها الضغط هادة اللي بالسالب لازم يروح تمام ويرجع الى وضع الطبيعي فبترتد الموجة بسرعة سي وبتنقول هاد البيانات انه الضغط اللي بالسالب راح وانه نتيجة لذلك التقلص اللي في البيب بروح ونتيجة كذلك وهي رايحة وبتنقول هاد المعلومات وهنا في عندي ضغط موجب وهنا ضغط اقاس في ضغط عالي وهنا ضغط منخفض أقل منه فبتنعكس مرة تانية اتجاه المية تورد في اتجاه من الريزرفوار تستمر البيانات هادة في النقل بين خلال على كامل البيب وبدها كمان ال على سي عشان تنتشر على كامل البيب هذه البيانات عند اربعة ال على سي بالضبط بتكون الموجة بالضبط وصلت عند الريزرفوار بالبيانات الاتية انه الضغط راح اللي بالسالب وانه المية مطلوب منها تحرك اتجاه البيب على كامل البيب على كامل عشان لذهاب الضغط السالب بروح التقلص الان في اللحظة هادة بتكون وصلت مطلوب من المية انه تحرك بهذا الاتجاه عند الفالف والفالف لكاته قدامه مسكر فبنعكس الموجة زي ما منرجع على الوضع هادة عند لحظة عند تي وساوي سفر ومنرجع مرة تانية لهذا الشكل ضروري جدا جدا تكون هادة الرسمة تكون واضحة الان انا شرحت الموضوع هادة مرتين الرسمة هادة مرتين اللي ما فهمها تمام بدو يرجع على الكتاب تبعنا في جزئية مكتوبة بكتابة اش اللي بيصير بالضبط يقرأها بروية تمام وبعدين اذا بظل في مشاكل برضو ممكن نعاود نحكي شوية عليها تمام الله عاتكم العافية المرة الجاية المحاضرة الجاية تعتمد بشكل رئيسي على هادة الجزئية فضروري جدا 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 تكونوا درسينها الله عاتكم العافية